رابعا كان اسمها تنتقبونا وصف عشان اسمها الحقيقية ولأ بس كانت شخصية مشهورة جدا ربنا يدينا بركة الناس تولي الكوتيسين اتنا يخبر له ربنا يدينا بركتهم ويدينا نحن نخدم زيهم ويحس جميعهم ان هو بينزل تحت خالص ليش خالص ربنا يدينا بركتهم نقرأ مع بعض باسم الابن والرحله بسم الله المحد أمين نقرأ جزء من الصحيح التاني من رسالة الرسول لأهل روميا بركاتهم فتا ستكون مع جميعنا أمين اتفاقنا احنا زمان ان رسالة الروميا دي بتتكلم عن اليهود بالأمم لكل خطاء اتفاقنا الاساح الأولاني كان بيتكلم للأمم ان كلهم خطاء بلا استثناء وقدام خطاء يبع حكوم عليهم بالموت واتفاقنا الاساح التاني بيتكلم عن اليهود انه كنتوا كمان خطاء رقم عندكم اللاموس انه كنتوا بتسلم رسولكم الشعب الله وهدف جزء الرسول ان الصح الأول بيتكلم للأمم صح تلك كلمة اليهود الجميع زي هو فسده وعوازه ومارد الله فكان كل في احتياج إلى المخلص لأن اليهود والأمم محتاجين إلى المخلص فاسمعوا معي بقى هو اذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف ماشيئته عارف ماشيئة ربنا كويس وتميز الأمور المتخالفة تفهم الصح والغلط الحلال والحرام على حسب الفطر اليهودي متعلما من الناموس انت مصدقف متعلما ان عندك الشريعة وتسك انك يهودي قائد العميان تسمي الناس الأمم عميان فإذا تسك انك انت قائد العميان ونور للذين في الظلمة ومهزد للأخبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في النموس ليك المنظر بتاعك من بره انك انت معلم وانك انت تعرف الحق وتعرف تميز الأمور المتخالفة وليك صورة العلم لأنك تقول ربنا بيقول لأن ربنا أداك بالسلام بتاعك فأنت إذن الذي تعلم غيرك يهودي والذي تكرز ألا يسرك أتصرك انت بتعلم الناس طب انت زي بتعيش بنفس الطريقة زي بأم عمرانة كانت عندك تعليم مختلف وعندك شريعة ربنا الذي تقول ألا يزن أتزني الذي تستكره الأوسان تقول الأوسان دي شر أتصرك الهياكل الذي افتخر بالنموس تفتخر أنك أنت عندك شريعة ربنا يهودي كان يفتخر أنه عنده نموس ربنا أنه عنده شريعة ربنا أن ربنا اختار هذا الشعب وسمى إسرائيل شعبي كان دي أنا يقول إسرائيل ابني البكر إسرائيل شعبي بتاعي أنا أنه عندك أن يفتخروا أنه نحن الأمة الوحيدة التي ترف الله الواحد الحقيقي في وسط العالم كل فبيقول أنت الذي تقول الذي يفتخر بالنموس أبتعدي الناموس تهين الله بتعدي الناموس تهين ربنا لأن الخطيئة إهانة لكرامة الله اللي الإنسان الخاطي بيرتكب كسر لواسية الله فبيعتبر أنه هو إهانة لله حاشة طبعا لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب يجي بقول إسرائيل الكلام في مطابعة طبع النهاردة خلي بالكم الكلام اللي هيقوله فإن الختام ينفع ختام ينفع إن عملت بالنموس يعني طبعا احنا أنت احتفلنا يوم الحد اللي فهم عيدا لايه؟ الختام أيدي الختام هنتكلم بالتفصيل الحالي بس هنا بيقوله إنك أنت مختتن لأن ذا أول حاجة أول طقس يمارس في وسطة اليهودي الطفل وهو عن 8 أيام يختتن في لحم غرلته تختم أول طقس يمارس الطفل لا فاهم طقس ولا فاهم شريعة ولا فاهم نموس ولا فاهم وصية ربنا ولا فاهم النفس التي لها تختتن تقطع تلك النفس من شعبها يعني يموت فبيقول أنت متختم وتفتخر أنك أنت دي العلاج للعهد بينك من ربنا بس خلي بالك قال له فإن الختام ينفع إن عملت بالنموس هي خطيرة قوي طب الختام ده علاجة عهد من الربنا قال له كل ذكر يختتن في اليوم السامن في لحم غلته فيكون عهدا بيني وبين نسلك وكل نفس ده تختتن تقطع تلك النفس من شعبها طب أنا اختتنت خلاص بقى بقيت بتاع ربنا لا طب أنا اختتنت بقى خلاص بقيت من شعب قال له لا طب أنا اختتنت خلاص بقى أنا بقيت لينسيب ومراس وبقيت ابن ربنا قال له لا قال له فإن الختام ينفع إن عملت بالنموس إذا كنت أنت بتنظر ختانك من خلال الأعمال الصالحة أنك أنت متنفذ وصايا ربنا ولكن إن كنت متعدياً النموس متعجل الشريعة من ربنا فقد صار ختانك غرلة إذا كنت تتعديت النموس وصايا ربنا أصبح ختانك بالنسبة لخلاصك بلا قيم لأن اليهودي بيفتخر نحن أولاد إبراهيم قالوا إبراهيم بالختام لأن العهد ابن الله وأبونا إبراهيم كان إيه؟ بالختام فقالوا نحن أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط قال له كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة يبقى أنت عهد أنت مش حر أنت بتسمي نفسك ابن إبراهيم وفاكر نفسك حر وفاكر نفسك أنت محلم وفاكر نفسك أنك أنت قائد وفاكر نفسك أنك أنت لكسور الحق والعلم في النموس لكن أملم الله يقول ملعون كل من لا يعمل بجميع ما هو مكتوب في النموس يبقى النموس مهم جداً الشريعة مهمة بإطاعة وصية ربنا أهم من الختام لأن الختام يلغى وكأنه لم يكن ما كانش إن إنسان يتبع نموس ربنا فلا أنه ده خطير جداً لولينا إحنا كمسيحيين هنقول حالة لكن تاني فإن الختام ينفع إن عملت بالنموس ولكن إن كنت متعدياً للنموس فقد صار ختانك غرلة أكد أنك ما تخطنتش قدام ربنا إذا إن كان الأغرل اللي هو مش سكراً صايص ليش متخطن يعني يحفظ أحكام النموس طب يعمل حسب النموس طهربنا أفهم تحسب غرلته ختاناً إذا كان الإنسان الأممي ما عندهوش وصية بتقوله ختن ما عندهوش عهد اسمه ختان لكن هذا الأممي نافذ وصية نموس تقولي طب إزاي أن الأممي هي نافذ وصية نموس وهو ما عندهوش نموس لأ إحنا تفعلنا قبل كده إن النموس الإلهي مزروع داخل القلب وقلنا إن فيه حاجة اسمها ضمائرهم مشتكية ومحتجة عشان كده هرأت له جزء هرجع تاني لإصاحة نفس الإصاحة الاثنين بس الحتة هنا قبل اللي قررتها يقول إيه نشوفه ليس اللزين يسمعون النموس ago هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالنموس هم يبررون العمل بالنموس هو اللي يبرر الإنسان ليس ليسمع النموس لأن الأمم الذين ليس عندهم النموس الأمم عندهم شيء نمو التعموس في ناس بتقرأت الآية دي غلط معتاها حتى من الناس كبار يعني في الكنيسة يقول لك الذين هم بدون نموس لا، ما فيش حاجة اسمها بدون نموس لأن في نموس داخل لكن بدون النموس إشارة لنموس اليهودي اللي هم مش يهودي هم هو أمم يقول لأن الذين الأمم الذين ليس عندهم النموس اللي هو النموس بتعموس يعني ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في النموس لو عملوا بالطبيعة الوصائف بتاعة ربنا فهؤلاء إذ ليس لهم النموس ما عندهمش النموس بتاع موسى هم نموس لأنفسهم إزاي هم نموس لأنفسهم إزاي هم مشاريع عليهم الذين يظهرون عمل النموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يا دين الله صرائر الناس حسب إنجيلة بيسوع مسيح يعني إيه؟ قال إن ربنا وضع النموس في القلب وفي الفكر بحيث أن أي إنسان يغلط كأممي وهو مش يهودي سيحاسب على كسر النموس الإلهي الموجود فيه عشان كده بقول لسول الرسول قال الجميع سقطوا لها تحت العسيان والجميع سقطوا في خطيئة قدام ربنا والجميع أغلط عليهم تحت العسيان والجميع أغلط عليهم تحت الموت اليهود إنه قسر النموس المكتوب والأممي قسر النموس الطبيعي اللي ربنا نزرعه في داخل الإنسان كيف أقنا على كده؟ نرجع الثاني لجزء بتاعنا فإن الأغرل إن كان يحفظ أحكام النموس الأغرل تفعله اللي هو مش مختلف كيمة أغرل Uncircumcised اللي هو مش متختم فإن كان الأغرل يحفظ أحكام النموس أما تحسب غرلته اللي هو Uncircumcision بتاعه عدم ختان ختاناً يتحسب قدام ربنا إنه متختن يعني يتحسب إنه هم من شعب الله إذا كان الأممي زي نينوة وهما شعب واسني ومش متختن ما عندهمش العهد بتاع الختان محدش قال لهم إن فيه عهد اسمه ختان بين وبين ربنا طب هذا الشعب قدم توبة قدام ربنا راح ملنان النبي نادى على نينوة بعد أربعين يوم طلب قلب المدينة فصام الشعب من أول الملك إلى الطفل الرضيع إلى المهينة كل يوم صامت وبكوا وقالوا لعل الله يرجع عن حموه وغضبه ويصفح عنا فكان ربنا قبل وقال له يونان وابخه وقال له أنت بستني هنا ليه وقف فوق الجبل قال له عشان تهلك المدينة قال له قبل مشاهلكها مش شفت إزاي توبتهم أما رأيت كيف اتضعوا أمامي وجلت إزاي تابوا كلهم فقال يونان الداية قال له يا خسارة يونان أنت زعلتني أنت أشفقت على اليقطينة التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت أفلا أشفك أنا على نينوة المدينة العظيمة التي فيها إثنى عشر ربوة لا يعرفون يمينهم من الشمال وبهائم كثيرة وقبل ربنا أهل نينوة في توبتهم واستشهد بيهم المسيح نفسه وقال رجال نينوة سيقومون في يوم الدينونة ويدينون هذا الجيل لأنهم تاغوا بمنادات يونان وهوذا أعظم من يونان ها هون يبقى اتقبلوا ولا لا يتقبلوش اتقبلوا أهل السفينة اتقبلوا لأنهم زبحوا زبائح وقدموا نزورا وليجعوا ربنا فاتقبلوا إذن ابون صلاته المرة سأل قال ألعل الله لليهود فقط كلم للأمم أيضا فإذا كان الأمم يتوب ويرجعوا ربنا ربنا هيقبلوا بل بالعكس ربنا أخذ ناس من الأمم ودخلهم في نسله مين من الأمم في نسل المسيح؟ رعوصة مؤابية من مؤاب مؤاب لعبدة الأوسان شعب من أسوأ الشرف ده المقدس من المؤابيين والعامونيين يقوم يجي يختار ربنا رعوصة مؤابية ويجعلها جداً للمسيح مين تاني؟ مين تاني؟ ناس المسيح دخل فيه أمم رعوصة مؤابية اللي جاوزت مين؟ بوعظ وبوعظ جاب عبيد وعبيد جاب يسة ويسة جاب مين؟ داود شوف هت إيه بقى؟ طيب مين تاني؟ رحاب الزانية رحاب الزانية دي أم بوعظ تخيلوا بقى رحاب الزانية دي كانت في أريحة كانت أممية ونزلت الخيط الكرموزي الحبل الكرموزي نزلتهم السور وأنقذت هي وأهل بيتها بالإيمان الرحاب الزانية ناجت من الموت لما نزلت الحبل الكرموزي إشارة دم المسيح والسور فأنقذت وخلصت هي وأهل بيتها الأجمعين ودخلت في سلسلة أنسى بالمسيح مين تاني؟ مين تاني؟ الشطارة بقى؟ مين تاني؟ فكروا طيب فبيقول كده إذا كان الأغرى ليحفظ أحكام الناموس أما تحسب غرلته ختانا؟ وتكون الغرلة التي من الطبيعة طبيعية في جسم الإنسان يعني وهي تكمل الناموس اللي هما الناس اللي هما عايشين في الأمم بيكملوا الناموس هل تدينك أنت التي في الكتاب والختان تتعدى الناموس؟ يعني مش الراجل الأممي اللي يمشي حسب وصاية ربنا وناموس ربنا أحسن منك لما ينفذ وصاية ربنا اللي هو مش عنده نموس بيها منك إنك أنت اللي عندك الختان والعهد وعندك الكتاب والكتب المقدسة مش يبقى أحسن منك لما هو ينفذ وصية ربنا ويعيش فيها وانت يبتاع ربنا يبتاع الكتام المقدس يبتاع الختام والعهد مع الله عيش في الخطية وبإيداً أحكام ربنا ويتيهين ربنا لأن اليهودي في الظاهر في الجسد يعني ليس هو يهوديا يعني مش بالمنظر قدام ربنا مش اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا يعني مثلاً يعني لما الواحد يتكلم عن زي ما أعطيكم حان الرهبانة ما هياش لبس أسود ولا ألصه مش كده ممكن واحد في العالم يعيش راهب أحسن راهب الفبري ممكن واحد يعيش بقداسة قلب وطهارة ونقاوة أحسن من اللبس لبس أسود وألصه صح؟ فيكون الراجل اللي عايش في العالم بطهارة ونقاوة قلب وقداسة قلب أحسن من اللي أخد ردبة وأخد قرامة الرهبانة وهو عايش في الخطيئ يبقى ده أحسن منه الموضوع فاليهودي في الظاهر ليس يهودي هو اليهودي المنظر بتاع الراهب في الظاهر طبقناه بس واش نفع من العبارة الراهب في الظاهر ليس هو الراهب لكن يعيش كراهب مقطوع عن العالم لكن قفل راهب وعايش بيتلزز بالعالم طيب أنت عملت إيه بالمنظر بتاعك بس بقرب الفكرة بتاعت الكلمة إن كان أنت اليهودي مش بتنفذ أحكام ربنا حسب الكتاب والشريعة والعهد فأنت زيك زي الأمم يلا إستاند ده الأمم اللي بنفذ وصير ربنا أحسن منك فقال له كده أن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختان ولا هو الختان معناها ختان في اللحم لأن الختان هو أطر جزء من اللحم بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان بولوس الرسولة عشان تريد كم ده اليهود دي مصيب يعني بولوس الرسولة عشان تريد كم ده من ضغطه ويتص في وش اليهود خلى اليهود يتعرضوه كل حياة من أول بدأ الخدمة لحتى آخر يوم في روما واليهود أيمين ضده حتى اليهود المتنصرين حتى الجدد يتنصروا يعني يهدين بقى المسيحيين ليه؟ لأن هم عندهم الله إلهنا أمر بالختان أول علامة من علامات اليهودية والاندمام لشعب الله فقول إن بولوس الرسول يقول إن الختان مش هينفع شيء ويبعث لأهل غلطية يقول لهم ها أنا بولوس أقول لكم إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا بعدين يجيهم كلمة صعبة يقول لهم أيها الغلاطيون الأخبياء من رقاكم حتى لا تزعينوا للحق أبعدما بدأتم بالروح خلو بلكم الآية اللي جاي بقى عشان برضو نسي بيغطو فيها تكملونا الآن بالجسد إيه حكيت غلطية إيه حكيت غلطية الغلاطيين زي أي شعب في الأمم وراح للبولوس الرسول بشرهم ولكن حصل ارتداد عند شعر أهل غلطية إيه الارتداد راح ناس اتنصروا من اليهود قال لهم لازم تحفظوا العوائد اليهودية لازم تحفظوا ناموس موسى لازم تتهودوا أولا يعني تتهودوا تدخلوا في العهد والشريعة بتاعة يهوى إليه إسرائيل طب إيه العهد قال لهم أولا للختاب تتخطنوا في لحم غلطكم طب دي كده نبقى كويسين قال آه ده إنتوا ما تخطنتوش تبقوش من شعب ربان ما تبقوش أصلا تعرفوا ربان فراحوا بولوس الرسول قالوا له الناس بيقولوا كده قال لهم ها أنا بولوس أقول لكم إن اختتنتوا قالوا لا إحنا عايزين بقى زي الناس دور قال لهم أنتم كده بترتدوا لأن لو كان الخلاص بالختاب والعهد بالختاب المسيح إذا مات بلا سبب إذا كان إنسان ما يتخطن يخلص وإذا كان إنسان ما يتخطن يبقى من شعب الله إما ليه المسيح إنه جه ولليه المسيح مات ها أنا بولوس أقول لكم إن اختتنتم لا إما المسيح قد تبطلتم عن النعمة يا من تؤنون بالنموس أهملكوا إيه الختاب قال لهم الختاب هو ختاب القلب بالروح والحق هو الإنسان يتخطن قلبه يتخطن ضميره ده هنتكلم عنه بالتفصيل لكن الكل العائزين في النظر يزيبروس الرسول يقف قدام اليهود يواجههم بحقيقة إن الختاب لا يفيد شيئاً فيما بعد وقال لا يحكم أحد عليكم من جهة عيد أو هلال أو سبت أو ختاب التي هي ظل الأمور العتيدة وقال لهم أيها البلاطون الأبياء مغرقاكم هو بي ويتش دي وين سحر لكم حتى لا تزعينه الحق أبعدما بدأتهم بالروح بدأتهم من الله كما ربنا بالروح الكلس اللي أخذتهم في المعرضية والميرون والمسحة المقدسة تكملون الآن بالجسد مش تكملون تكملون يعني إيه فقيم إن الكمال بعمل العالمة في الجسد اللي هي ختاب ندقيت على الجسد من أعضاء هو ده هو ده الفكرة ما عدتهم إن إنتم تبقوا كاملين هو ده ليه كملكم أبعدما بدأتهم بالروح تكملون الآن بالجسد إنتم نحتاجين إن كنتم تتخطنوا علشان تكملوا تبقوا كاملين دم يا الله وإن كنتم تنفذوا وصية ربنا والروح جزء الزاكل فيكم تدخلوا معاها في شركة في العمل إيه كاية الختام؟ الختام هو عهد وضعوا الله مع أبونا إبراهيم والمسيحة المجزة كلمة معاها اليهود وقال لهم صحح لهم معلومة كده إن هم كانوا فاكرين أو هم عارفون طبعا القصة بس هم فاكرين إن موس هو اللي جاب الختام موسى أمر بالختام آه تحذب الشريعة لكن قبل ما موسى يأمر بالختام كان هذا عهد من الله مين؟ أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم ربنا قال له كده لما جاب إسماعيل قال له بص في عهد بني وبينك قال له إيه العهد يا رب قال له كل ذكر من نسلك يختتن في اليوم السامن فبدأ من أيام إسماعيل وكل إبراهيم وكل المولين مع الخدامين اللي عنده وخدامين اللي عنده كل القبيلة بتاعته اتختلت وأصبح ربنا قال له إسمع إبراهيم هو ده العهد اللي بنيه بينك وبين نسلك هو ده اللي هيميزك إيه يا رب يعني الموضوع تحت الختام والختان كمي تستخدام اللفظ يعني معناها معناها دائري زي سيركر سيشن دي الجراحين يعرفوها قطع اللي في نعمل سيشن يعني قطع فسيركرم سيشن يعني قطع دائريا لأن الجزء من العضو الزكري الجلدة فيه بتتقطع اللي بيسموها الطهارة تقول لك العيد طاهر لأن كلمة الطهارة دي مرتبطة بالعهد القديم وبالنموس إن أي إنسان لا يختتن هو نجس كل إنسان مش متختم هو نجس وكل إنسان مختتن يعني متختم وهو طفل وتقطع لحمه غلته يصبح في عرف الناس هو من ضمن إلى شعب الله يبقى أطهر من الأمم فعشان كده تسميت اللفظ أنه يتطاهر يتطاهر يعني يبقى طاهر طب إيه اللي جاب دي للطهارة قال لأن جميع الأمم العاشين في الخطيئة هم نجسين أمام الله وأما شعب الله المختتن فهو ده رمض للطهارة ويجي ربنا طب يشبعنا يا رب يعني في المكان ده بالذات يعني ليه يا رب العضو الزكري قال لهم قال لهم لأن المرأة مقدسة في الرجل المرأة مقدسة في الرجل فالربنا ما عملش في خطني الإناس ومنع هذا الأمر واعتبره جريمة لأن ربنا ما أمرش به خالص لكن موضوع الزكري يتخطن لأن المرأة مقدسة في الرجل والراجل هو صورة المسيح الختال كمان بيقاله ذي للطهارة للإنسان يعيش في الطهارة والقداسة لأنه بيقول له ابن إبراهيم ربنا قال له إيه؟ قال له إبراهيم سر أمامي وكن كاملاً سر أمامي وكن كاملاً فربنا قال له عشانا علامة الكمال وعلامة الطهارة أن هذا العضو اللي هيجيب منك نسك لبعد كده لازم يكون هو مضطار أو مقدس لا يتكون نجساً كان الأمم دي العلامة هميزك بيناك من الأمم كلها كمان أثناء قطع هذه القطعة من نحن كانت زمان بتقطع بحجر الصوان يعني دلوقتي بيقامل يروح الطفل للدكتور وبطريقة معينة ويحاول إنها ما تنزلش ده مثل إيه؟ كان زمان يتقطع بحجر الصوان ده حاجة تبقى صعبة قوي فربنا قال كمان إن هذا الأمر مهم لأن فيه سفك دم وكأن ربنا عايز يقول لنا على المستوى البعيد أنه بدون سفك دم لا تكون هناك طهارة ولا يكون هناك اندمام لشعب الله ولا يكون غفران للخطايا ولا يكون الإنسان مقدس أمام الله بدون سفك دم لا تحصل مغفرة فربنا عايز يقول نقطة أولى بس سريعاً كده إن لازم يكون مقابل طهارة الإنسان فيه سفك دم لأن الدم لا يتسفك هو دم المسيح بالمسيح والمسيح تسمى الختن تسمى الختن العريس الطاهر لأن هذا اللبز كان يمطلق على العريس الزمان في الأمة اليهودية يسموه الختن حتى نحن النهارة ليس من سيصات الغروب إنه والله يقول العزراء الطاهرة الإسبيلي زدك السريع لمعنى العبد لكل اسم بحرص النشاط فعلته لكل خطير فهي لي أزوب التوبة العزراء فبيكي أستشفعك قبل سنين قالها أخذها وعند مفاركة نفسي من جسد يحتفي عندي ولا مورد عبدالله هزيبي لألا تلع نفسي يعروز بلعيب للختن الحقيقي وفي نصف اللول بنقول هو هذا الختن يأتي العريس مش كده ختن يأتي في نصف الليل فخلي بالك يا نفسي يصهري لألا يأتي ويطرد الخريف الملكوت لكن المسيح السرمات ختن ليه الختن أي المختتن يعني المختتن يعني الطاهر بالمعنى هصرح لأنه هو اللي بذل نفسه عن الكنيسة فكأن ربنا بيقول إن الناس بكاعي هو نس لمقدس عشان كده بتعمل في هذا العضب وبعدين قال إن القداسة والطهارة هتيجي بمتمن وهذا التمن هو تمن دمي سفك دم بدون سفك دم لتحصل مغفرة ومش بس بسفك الدم لكن بقطع جزء من الجسد بإماتة جزء من الجسد وكأن ربنا عايز يقول مرة تانية إن مش بس مداش بقى حرج جمي بقى خلاص انتوا تنموا إذا بقتي أنا محمش هدي الحرج جمي تدخلوا وتطلعوا ألف مرة حطوا الحاجة وخلاص وكأن ربنا عايز يقول إن مش بس بدمي اللي هيتسفك على الصليب لكن بالإماتة بإماتة جزء من عضوكم وده إشارة إلى أمنة جاسد كله بالرمزية إن أنا هموت عشانكم وهسبك دمي بدون سفك دمي لتحصل مغفرة ودمي يا صور المسيح هو يطهرني يطهرني من كل خطيئة بس لازم أنت عشان تكمل خلاصك لازم يكون فيه جزء يتقطع ويموت وكأن المسيح هايز يقول لي إن أنا هديك دمي بس لازم أنت كمان يكون ليك دوع إنك تميت أعضائك التي على الأرض الزنا والشحوال أقطي أنا هموت على شانك بس أنت كان لازم تموت من أجل ما يكون السموات تموت إزاي؟ أموت إزاي يا رب؟ بنقول له أمت حواسنة الجسمانية أيها المسيح إله من المنجن أمت حواسنة الجسمانية إذا كان فيه شهوات إذا كان فيه غرائز إذا كان فيه خطير إذا كان فيه شيء داخل قلبي مش نضيف يقول ربنا أميت هذا العضو اللي يقربك من خطير مش أتكلم بس على العضو ده ولكن من أعصراتك عينك خدتنها اقطعها دي يعني خدتنها يعني قطع العين ورميها بره ورميها بره ورميها بره خدتن عينيك خلي عينيك بتخدتنها مقطوعة خليها تتدبح تتدبح وتنزل دم وتقوم تموت عن الخطير لألا تدخل ملكوت السموات آور أحسن ندخل كسبة كله في جهنة طب والإيل قال خدتن إيلك اقطعها وموتها الختان معناها أطعوا قماتها قلتك حتيت الجلد اللي قلتتها عنديك في رميها بتموت جزء ميت لكن كانت إشارة إلى ختان الجسد كله إن الجسد كله يجب يتخدت فإن أعصراتك يدك اليمنى اقطعها ولقيها عنك خير من لك يا أخوة ملكوت السموات أقطع من أن يدخل جسد كله فيك طب الرجل قال إن أعصراتك يدك اليمنى فاقطعها موتها عن الخطير فأطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم زبيح هذه زبيح جسد كله ما عادش بقى جزء للجسد الجزء كان رمز للكل الخروف كان رمز لكل دم المسيح قاطع جزء من الجسد ونزول الدم إشارة إلى دم المسيح على زبيح يتم الطهارة دم يا سور المسيح بتانهم كل خطيئة بس على شرط يكون فيه إماتة للجسد بتاعي من ناحية الخطيئة أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم زبيح حية مقدسة لله علشان كده الفجر بتاع ربنا في الختام هو ختام القلب والفكر واللسان والعقل والأعضاء كلهم اليهود حسب فكرهم الضيق حولوا فكر الله المقدس اللي بيرمزوا بالختام إلى ممارسة وعادة وطقس بلا تفكير دي مشكلة كبيرة بنواجهها إحنا حد النهاردة لما نتهود يعني نتهود يعني نمارس الطقس بتاعنا بلا فهم روحي لما وراء الطقس بدليل إن إحنا متعمد والمعمودية كان رمز ليها الختام وبنموت في جرن المعمودية وما زالنا عيشين حسب الإنساناتك هو الإنسان الجديد اللي قام من المعمودية مفروض أنه بيصلك حسب وصايا المسيح مسيحي بيسموها يعني تنصير من التنصر بنبقى مسيحيين في جرن المعمودية بنربع المسيح بنبقى أولاد لله بنبقى جدوعه طب أنا اتعمت وموت مع المسيح ده الختام موت الجسد كله مات الجسد كله مع المسيح الإنسان عطيك الفاسد الذي يفسد حسب شهوات الضلالة مات في جرن المعمودية موت وانتفنت وقمت لأسلك في الحياة الجديدة بس لسه أنا عايش النهاردة حسب الإنسان عطيك لسه بكره ولسه بشتب ولسه بجزب ولسه بننم ولسه بحكد ولسه أعضائي بتقادل الخطيئة والنجاسة والزنى والشر يقول لك أنت لما تعمت أفى ما تحسب معموديتك بلا قيمة إما كنتش تميت أعضاءك التي على الأرض وتقدمها الله زبيحة مات في جديدة المعموديتك مئت في جديدة المعموديتك مفتخر أوه أحرم مفتخر احنا مسيحيين والأمم دول نفس الفكرة اليهودية الأمم دول تقدم طيب المهم كده طيب وانت يأتي المتعمت وانت اللي تخطنت تخطان الروح وليس تختان الجسد اتسلق حسب وصايا المسيح تقول لا ما تسلقش حسب وصايا المسيح يقول له مئت في جديدة المعموديتك فاكر إن هي دي هتخلصك أما تحسب ختانك غرلة تقدام ربنا في حيني يتحسب لمعوديتك وكأنك ما تعميتش وكأنك لسه مش مسيحي لأن اسم الله يجدف عليه بيسوهكم كما هو مكتوب إيه فإذا ما أقول جسمي دخل في النوع من ديه ومات وما زرته أقدم جسمي آلات اسم الخطير زي ما قالوا سبا سوء أطلب إليكم أن تقدموا أكساتكم وأعضاءكم آلات بر لله طب ممكن نسلمها على السورة تانية آه ممكن نسلمها آلات اسم للخطير أخذ أعضائي قدمها للخطير يبقى إيه اللي أخذته من المعودية ولا حاجة طلعت الإسلام عطيك والبسته تاني وخلعت لباس المسيح زي الإبن الضال الإبن الضال نامس لبس الآب وبيققوا من أكله بيشرب من شربه ولهم يراسق معدله لكن في يوم الأيام خلع لبس أبوه وعايز لبس العالم قال له دي لي نصيب المراس خد الحبيب يتمديك معمودية ميرون مديك تناول مديك كل حاجة لا أنا مش عايز الحاجة دي كلها أنا هخرج بورة وبزرها في عشق مصرف وفتقر وجع أخذ درار بتراحة قدام الخنازير وأخذ جواهر ورماها قدام اجتلاب وراح قعد فوسة الأمم فجع وتعرّ وعطش وفتقر وطبع طبعي طبيعي لما حب يرجع أبو حمام ولبسه وعجره بالحلة الأولى بتاعته بتاعت زمان ليه لابسه لأنه ليه لحلة الأولى الحلة بتاعت زمان الحلة الأولى الحلة اللي كنت لابسه هلبسه لك تاني بالتوبة ما ابن الدان رمز بالتوبة وهرجعك تاني لحضني وأكلك من عجل الايه المسمع عشان من غفران الخطايا لكن انت لما أخدت نراسي وأخدت حكتي انت لرقت بأيديك بدأت زهى في عايش المصرف لما برجع بالتوبة عند ربنا التوبة هي معمودية ثانية لأنه عمودية تقرر لكن هرجع تاني ألبسك الحلة بتاع الزمان هرجع لك صورتك الأولى لبسني تاني حلتي الأولى رجعني تاني بشكلي الأولاني هو ده ده التوبة التوبة هي تجديد للإنسان الذي فقد ما فقده في جرن المعمودين علشان كده الختان في وجهة نظر المسيح إن الإنسان المختتن هو إنسان حر قدم جسده زبيحة فيها موت ولكن فيها إماتة طب رجعت الإنسان معطيك وحييته تاني وخريته يدخل فيها تاني وإنه عيشته تاني يقول لي أما يحسب ختانك غرلة مش كده ويقول أصبحت مدية بتاعتك أصبحت إيه لازمتها عشان كده يقول السؤال مهم قوي هو كل المسيحين خلو السماء مين قال كتب كل اللي اتعاملوا خلو السماء مين قال كتب مين قال كتب ليس الياهودي والياهودي في الظاهر ولا المسيح هو المسيح في الظاهر المسيح مرة سأل واحد قال له ما اسمك يهودي قال له ما اسمك قال له ما اسمك اسمي لجؤون لأننا كسيرون ممكن واحد مسيح متعمد واخد الميرون ربنا يسأله انت اسمك ايه يقول له انا شتاب انا حلاف انا كذاب انا نجس انا ممكن احط تحتها حاجات كتيرة خالص فينسى الانسان اسمه اللي اخده في جرن المعمودية كابن لله انا رفضت اسمه وعيشت حسب العالم واصبح العالم يبصلي كواحد منه انا بصلي العالم كواحد منه عشان كده بتدورس الرسول يعتبر ان الحكام ده موضوع خطير جدا بالنسبة لينا لألا الانسان يتظن في نفسه انه مختتن واضعن شعب الله ويتجع على الناموس ويقول انا بتاع ربنا وهو مرفوض بدليل ان اليهود نفسهم اللي اتخدتنوا كتير منهم رفضوا عايز اقول لكم ان الشعب اسرائيلي اللي خرج من ارض مصر كلهم رفضوا ما عدا ولادهم ربنا هو الذي خارم ارض الموعد لك الشعب اللي خرج نين منهم داخل الاشوع وكالب طب فين بقىين؟ قال اقسمت في غضبي ان لا يدخل راحت اقسمت في غضبي ان لا يدخل راحت اقول لكم اخطر من كلمة اقسمت في غضبي ان لا يدخل راحت انتو عارفين شعب اسرائيل خرجي من ارض مصر. خرجوا ليه? خرجوا بوعد. ايه الوعد? اطلب شعبي ليعبدني في البرية. موسى. هتخل نقعد في البرية يا قديم? لا. انا هطلع بيكم في البرية وهنروح لارض طفيد لمنا وعصرا. حلو كده. بعد الزل وبعد اللي احنا فيه. هنروح ارض طفيد لمنا وعصرا. اللهم ربنا وعد كده. ده وعد اله. يخرج الشعب. يروح لارض كنعان. وارض هنا كلها خير. تتعوضوا عن كل اللي التوفيدة. كده. نخرج نخرج نروح. في بعض صح? الوعد ده ولا واحد دخل. بولوس الرسول الاقت الحتة دي بزكاء كده. وقال ان جميع الذين خرجوا من ارض مصر خرجوا على وعد بالدخول الى ارض الموعد. ولكنهم اذن يطيعوا رفدوا. حتى قيل اقسمت في غضبي ان لا يدخلوا راحتي. فلنخف اذا انه مع بقاء وعد للدخول الحياة الابدية يرى احد منكم انه قد خاب منهم. اه. يبقى انت كمان في قول المعنودية خدت وعد بالدخول الحياة الابدية. كل الذين امنوا به اعطاهم السلطان ان يصيروا اولادا لله. المولودين ليس حسب مشيئة كسد ولا مشيئة ربه ولكن من الله. ولده. بقيت ابن ربنا. اه. قادر اقول له يا ابويا. تده تقول له يا حبيبي. تده تقول له يا ابوي. خلاص. كده بقيت ابن ربنا. كده بقيت ابن ربنا ده اللي ها اكد انك ده ابن ربنا هديك روح الابن يسكن فيك. اللي هو الروح القدس. يسمى الروح الابن. ليه؟ روح الابن. عشان ينطق فيها ويشع فيها ويقول ابا فاضر يعلم يا ابوي. يقول ابا فاضر. حتى ناس كدير شمان سيرروها غلط. يقول لك الروح يتكلم عنه ويقول يا ابا القب. قب. وفيه لاب له واب. ده كلام غلط. يا ابا. أبا. أبا. أبا الآب. يابوي الآب. ينادي ربنا في روح الابن يدهلنا عشان يبقى يدهلنا. عشان هم تبقى دولادي. مش هو المسيح ابن الله؟ قدنا روح الابن يسكن فينا. اللي هو بيسميه روح الايه؟ البنوة. روح البنوة. عشان ندهلنا كمان ننادي الآب باسم المسيح ونقول له أبوي الآب. يا أبانا الذي في السنوات آبا فاضر. إذا ربنا بيقول لنا خلي بانك انك انت أخدت وعد. وانت خرج نقول المعرضية انك انت كتب اسمك في سفر الحياة. بس في سفر الرؤية يقول طب. لألا أرحو اسمك من سفر الحياة. يبقى اسمي كتب سفر الحياة. بس لسه ستلزم بيقول بعض الآباء يعني كده بكلمة نطيفة من كتب ترك الرصاص. ممكن يتمسح. لألا أرحو اسمك من سفر الحياة. ويا ما ناس بدأوا مع ربنا وماكملوش الطريقة. يا ما ناس بدأوا السبق وماكملوش السبق. عشان كده بقولوا سبق سبق الجاهات. الجاهات الحسن أكملت. سعر. ماهم تكمل. لان في ناس مش هيكملو. في ناس هيجلبهم في النص. في عالم هيسقطوا. بدليل ان شعب اسرائيل كله سقطوا في الكفر. وبأقصرهم لم يصر الله. فأقسمت في غضبي ألا يدخل الراحاتي مع بقاء الوعد. فلنخف نحن إذن أنه مع بقاء وعد للدخول للحياة الأبدية. يرى أحد منكم أنه قد خاب. فشل. كيف يتخاب؟ يعني فشل أن ياخد. ياخد ما هو معطل لنا في الجمعات دي. عشان كده الختان هو أن الإنسان يتمسك بدم المسيح. ده الإيمان. عالمة العهد. خذوا اشربوا. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. طبعا أنا بيتناور. خلي بالك أنت بتتناور. إنك تكون متنفذ وصايا المسيح. بيتناور أنا شتام. فقدت مفعول الدم. بيتناور أنا حلاف. في الصيد يروح اللوف. فقدت مفعول الدم. بيتناور أنا زاني. فقدت مفعول الدم. شابلك حاجة بالعكس. يكون الدم داينونة. عشان كده من يأكل جاسد الرب ودم لهم استحقاق. يكون مجرما في حق جاسد الرب ودمه. إذ يأكل ويشرت دينونة لنفسه غير مميز جاسد الرب. إنك لذلك يكون ضعافات ومرضة وكسيرونة يركضون. لأنهم انحكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يعني الموضوع خطير. ده الموضوع في دم المسيح. المسيح. بس لازم الإنسان المختتل المعمد. لأن الختام رمز المعمودية. لازم يلتزم أنه ينفذ وصايا ربهم. عشان كده نحتفل بقي الختام المسيح. ليه نحتفل بقي الختام؟ لأن المسيح رحمني أنا من هذا الطقس بتاع اليهود. قال لك كان زماني معهد. هو قطع جزء من الجسد. لا. العهد الجديد. العهد الأيام أنا هننفذه في نفسي. خلاص. أنا عندما ننفذته أنا أصبح كأن الكل نفذه. زي آدم. آدم أخطأ فالكل أخطأ. آدم مات الكل ماته. المسيح جاء وأخذ كل أعمال النموس. اسمح الآن. لأنه يديك أنه يكمل كل برد. فالمسيح يكمل كل برد وحيد. كإنسان تاني كرمليك. كإنسان الوحيد. يلي تم من كل برد. تم من كل أعمال النموس. عشان أنه تقصر إيرغوري. يقول أكملت نموسك عني. أنت كملت النموس. فلما هو أكمل النموس ما عاش في احتياج تاني أن يكمل أعمال النموس. ولما أقول النموس. إحنا فهمنا قبل كده يا برد. نفس نكون بدينا من الصحيين اللي أنا بقوله. النموس جزئين. جزء تقصي. الشريعة الأعياد. والغسلات والطهرات والختام. ماذا كده؟ وجزء تاني أدبي اللي هو الوصائي. المسيح ما لجاش الوصائي. المسيح ما لجاش الوصائي. لقد أخذت النموس. ما جئت لأنكد بل لأكمل. خلاص. إذا المسيح ما جاش عشان يأنكد أعمال النموس. ولكن النموس التقصي. وصلات وتهرات وأعياد والأمر والرؤوس الشهور والرؤوس. لا كل ده انتهى. لا يحكم أحد عليكم في معرفة الجهة عيد أو هلال أو ثبت. قالت هي زر الأمور العتيدة. دي زر الأمور العتيدة كانت زر. لما جاء الحقيقة. خلاص انتهت. دي كده مجرد رموز. ما عادش في احتياج ليه. لما بعته حصل مشكلة بسبب الختام. لديت التقصي بتاع اليهود. قال لك كان زمان العهد. هو قطع جزء من الجسد. لا. العهد الجديد. العهد دي ما أنا هننفزه في نفسي. خلاص. أنا بدون ننفزه أنا. أصبح كأن الكل ننفزه. زي آدم. آدم أخطأ فلكل أخطأ. آدم مات الكل ماته. المسيح جاء وأخذ كل أعمال الناموس. اسمح الآن لأنه يجيك أنه يكمل كل برد. فالمسيح يكمل كل برد وحيد. كإنسان. كإنسان الوحيد الذي يتمل كل برد. يتمل كل أعمال الناموس. عشانك الغوري. يقول أكملت ناموسك عني. أنت كملت الناموس. فلما هو كامل الناموس. ما عايش في اجتياك تاني. يعني كامل أعمال الناموس. ولما أقول الناموس. احنا فهمنا قبل كده يا رد. نفس. نكون بدون صاحين اللي أنا أقوله. الناموس. جزء ايه؟ جزء تقصي. الشريعة الأعياد. والوصلات والطهورات والختان. ماذا كده؟ وجزء تاني أدبي. اللي هو الوصاية. المسيح ما لاجهش الوصاية. المسيح ما لاجهش الوصاية. كانت الناموس. ما جئت لأنكد بل لأكمل. خلاص؟ يبقى المسيح ما جاءش عشان ينكد أعمال الناموس. ولكن الناموس التقصي. وسلات وطهورات وأعياد والأمر والرؤوس الشهور ورؤوس. لا كل ده انتهت. لا يحكم أحد عليكم فيه بعد من جهة عيد أو هلال أو ثبت. قالت هي زر الأمور العتيدة. دي زر الأمور العتيدة كانت زر. لما جاء الحقيقة. خلاص انتهت. دي كان لها مبارد رموز. ما عادش في احتياج ليه. لما بعتوا حصل مشكلة مثلا بالختان في بداية الكنيسة. بداية لسه بداية الكنيسة تتكون. حصلت أكبر ضربة للكنيسة وأكبر مشكلة وقيتها الكنيسة الأولى في الكارن الأول. في أول ثلاثين سنة بعد سعود المسيح. أكبر أكبر. يعني حاجة كنت هتطيع على الكنيسة كلها. التهوت. أن اليهود الذين تنصروا قالوا الأمم الذين هيدخلوا الإيمان يجب أن يتهودوا. يجب أن يتخذلوا. فبولس الرسول قالوا لا. ليس يجب أن يتخذلوا. هذا الختان كان مجرد رمز في المعمودين. وكان مجرد علامة في الجسد. وبدأ يكلمهم. قالوا لا إذا ضد أعمال النموس. أنت بتغير عوائد موسى. مرة ومرة رح في أوروشاليم بعد فترة من كراسته ورجع أوروشاليم. رأي عقوب الرسول أخذ بوسكفر قالوا تعالى. الناس اليهود الذين تنصروا في أوروشاليم يعرفون عنك أنك تنادي في كل مكان أن يغيروا عوائد النموس وتنادي قالوا لا يختتنوا. قالوا كتاب النصر على الرسل. قالوا بيتغير عوائد النموس ويقول أنك أنت بتقول أنك أنت أوصلت لي معا لا يختتنوا. قالوا طبعا ما ليه؟ قالوا لا رح إلى أشعرك ودخل الهيكل والطهر عشان يفهموا أنك أنت أخاف عليه. لما بولوس الرسول راح في أنطاقيا سوريا كان قبليه سبقوا بولوس الرسول في أنطاقيا سوريا ودي أقرب حاجة الإسرائيليا الشمال. فرح سوريا وبولوس الرسول مع الأمم اللي اتنصروا بمسيحيين. هو بيأكل معاهم ويشرب معاهم اللي بحطوه هيأكل بولوس الرسول راح وأخذ معا جماعة الأول راح لواحده وأقعد معاهم وأكل معاهم ويشرب معاهم مقصوط وفرحان في وسط مين الأمم اللي اتنصروا شوائية وانتدع الناس متنصرين من اليهود من عندي يعقوب بعاتهم يقولون أن يذهبوا على الكيسة في أنطاقيا فخرجوا وراحهم لبين؟ راحهم لبيتر في بولوس الرسول وبولوس الرسول بولوس الرسول شفى اليهود اللي جايين من المرشهدين وقال فصل ناشرة للأمم وقالوا خلقت مع الأمم وراح يقعد مع اليهود قالوا لي كتب؟ قالوا عشان لما انا اوصرهم شاء لما اوصرهم شاء لما اوصرهم شاء هو أنت من وراء اليهود تعمل حاجة وقدامه تعمل حاجة تانية في بولوس الرسول الكتاب حيثة تعبارها في القصة الغلاطية قالوا ولما صعدنا إلى أنطاقيا وجاء بوترس ولما جاء قوم من عندي يعقوب فاصل نفسه عن الأمم فأعصرهم أعصر الأمم قالوا له مين الصح هو بوترس أنت لا تبيض المسيح يا بولوس انت واحد تبيض المسيح ورعب مع الأمم الفصادي نحن على نفسه فقال له وقف بوترس الرسول قدام الكل قال لي بوترس إن كنت وأنت يهودي تعيش كالأمم فلماذا بالتطرفات جديدة تقبر الأمم أن يتهودوا حتى بوترس الرسول قلقا وقومت بمواجهة لأنه كان ملوما في الحق لبوترس ولبولوس وقف الحق شاهد كده قال له وقفت قدام الجميع وقلت لبوترس لماذا وأنت يهودي تسلك الأمم في الأكل والشرب يعني وحياتك ولا يتبارس أي شيء من حاجات الطاقس ولكن تحصل الأمم لأنك تتصك باليهود فلماذا تقبر الأمم بين قسلين تصرفاتك أن يتحودوا فقال له بوترس ليس مفروض أن نتكلم في المضادع من الناس سأل له نتكلم مواجهتك لكي يفهموا أنه ليس خطار ولا نكسين قال له لا نحن ننزل نجتمع مع يعقوب والرسل ونضع حد للمضادع ونضع له قانون قالوا لا نزل فنزلوا كلهم إلى أوروشاليم وراقهم عمل مجمع اسمه مجمع أوروشاليم الأول سنة 51 وكتبت أعمال خمستاشر افتكروه كده أعمال خمستاشر يقلبوا الخمستاشر إلى 51 سنة 51 ميلادين سنة 51 ميلادين اجتمع الرسل المشايخ مع يعقوب وبقية الرسل وقالوا كده نعمل ايه في الموضوع ده؟ هل الأمم يجب أن يتهودوا؟ واحد وقف قالوا اه يتهودوا لماذا؟ انت يا بوترس لم تدخلت الهيكل ويوحنم ورحت وصليت وقت الساعة التاسعة انت ومش كنتم لسه منزلتوا بترسل رجوع الهيكل والمسيح ليس كان يهودي ليس كان يهودي؟ ولمش المسيح قال اه لم ارسل إلى الاخراب بيت السرائيلية ده الله؟ فبوترس ممكن انتكلم بوترس ممكن انتكلم هو من فرد الكلم بولوس لأنه رسول الأمم بوترس الرسول وقف قال لهم انا عايز احكي لكم احكادي قال لهم انتم ترميه والاخوة انه بيه قد قبل الله الأمم في الإيمان ظاهر ربنا كان خائف من بوترس الرسولي عصلك في الموضوعات ده؟ فراجائه هو اول واحد يدخل الهم في الإيمان اول واحد قصة مين؟ كرنيلوس كانها في السطح الساعة هذا الدهر وبعدين شاهد من الله الأمم السلام عليها حيوانات وناجسة وقال له كم وأصبح وكل قال له حاشا رب اني نمقاكل قد شيئا اندلس قال له ماتهره الله؟ قال له هذا منطلق مرات المنظومة فسحي يقول ايه الحلم ده؟ كان ايه المنظر ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ معناه ايه؟ فلا لأ الباب يخبط يا معلم بوترس يا معلم بوترس اندل فيه ناس عايزين نكنزل لا ناس جنود أمميين رومان جايين قالوا له سجل وساطه قالوا له سيدي قائد الماء قال لهم أنا أجمل واحد أممي؟ آه أممي يا أمم عندنا أنجاز ماتهره الله لا تنجزه أنت لهم هاجي حاضر 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 هاجي هاجي ورأى داخل عن كردين كنيني للسجد وساطه قال لكم أنا عبد البعض أني يسوع المسيح وقال له في ايه؟ قال له أنا كنت نفسي أعرف الإله الحقيقي للوساط وصلي وأنا أنا بشوف اليابون متعبين لربنا وقلت بقول لي إذا كنت كده لها الحقيقي الواحد يعرفني ذاته وظهر لي ملاك وقال لي صدواتك يا كرديني وصدقاتك صعدت تذكر يا رحم الله إرسك هذا يا رفا هتلاقي رجل صنبوترو الساكر عند نسم واحد دبال هناك يقول لك مزنبال يعني تلف عنه فهنا أطالب منك أعرف إيه الحقيقي وبدأ بقول صنبوت رسولي وعزوا عبد المسيح وفيما هو يتكلم مع حل روح القدس عليهم مثل السنة نهار وقت تكلمنا روحا بقال السنة فبقول صنبوترو الرسول قال لهم إذا كنت ربنا إبل الأمم في الإيمان من أنا؟ حتى أمنع عنهم الماء أن لا يعتمدوا وأخذهم وعمدهم هو أهل بيته وكان أول علامة لقبول الله للأمم هما أنهم حل عليهم روح القدس وبدأ تكلمنا بقال السنة كما نحن أيضا يمثل فبقال أعمل حكا الحكاية دي في مجمع أورو الشريف قالوا له خلاص بقى مدام انت بتاع الخدان انت اللي بتقول الكلام ده ها قد رأى الروح بقال السنة قرار المجمع رأى الروح بقال السنة ألا يصق على الأمم الراجعين إلى الإيمان بلا يمتنعوا عن الدم والمخنوق والزنة وعبدت الأوسان إن فعلتم هذا تخلصوا وأخذوا رسائق كتابوها بأيديهم وضع لها الرسل حتى تكون حجة لكل الرسل اللي هيتبشروا الأمم أن الأمم غير مطالبين بأي شيء مثل هذه الأمور إذا الموضوع خطير ليه؟ لأن الموضوع مش موضوع ختام في الجسد ولا علامة في الجسد بولوس الرسول يعلمنا شيء مهام قال إن أنتم ختنتم نحن بكلم المسيحيين نحن تختينا نحن كمان ختانا غير مصنوع بيد كان زمان يتعمل بإيد أحكي لكم حكاية غريبة قوي من كنتين لا يفهموهاش ما الممرض موسى النبي متجاوز بروحة اسمها عصفور اسمها إيه؟ صفور صفور يعني عصفور فمتجاوز صفورة وصفورة دي بنت كاهن ميل كاهن ميديان فالرجل كاهن ميديان ده يسرون هو متجاوزه متجاوزها ويتعتبر من القمر فتجاوزها وبدأت يعيش معها فترة طويلة 40 سنة في البرية حتى ما ربنا ظهر له في العلايكة ورح خلط شعر مصر وهو رايح موسى النبي ربنا قد له الشريعة وفهموا الشريعة بعد كده بعد خلوق لأرض مصر وقال له كل الشعب يبتدن صفورة لأنها أمام كانت أمامية مرضتش خت جرشوم ابن موسى فظاهر له ملاك الرب ليبتله أنه لا يستنفذ أمري طيب أنت أو راح يتموت موسى النبي فتجاوزها فهمت أن الملاك ربنا جاي أصراعه جاي موته من أجل أنه مخدتنش ابنه لأنها كانت منعة أنها تختم ابنها فرحت جاية مسكة حجر سواه ورحت مخدتنا الواد وقاختت الدم بتاع الواد ورحت لجين موسى فلما ستجدين موسى فرقه الملاك المهلك فقالت الآن يا موسى قد صرت عريس دم لي يعني عريس دم يعني أنا أخذتك عريس ليه يا جديد عن طريق الدم الختال العهد كانت عريس دم ليه لا أحد كان يفهمها أنت بقيت رجعني أخذتك عريس تاني أنت بتوضيع مني أنا عنقصتك لكن أنت عريس عن طريق الدم دلوقتي عريس حسب الجسد دلوقتي عريس بالدم ولماذا الرجلين؟ لأن الرجلين رمض الالتصاد بالعالم بعد الدم يبقى الالتصاد بمين؟ بالمسيح أو التصاد بالله بالدم، والدم هو سر الخلاص والعريس الجديد بالنفس البشرية والأمم هو عريس عن طريق الدم وأنا ارتفعت أن الأرض أجزب إلي الجميع وكأن ربنا يقول أنا عريس جديد لم أعدك آدم؟ موسى التالي ينمز للأدم القديم موسى الجديد هو عريس دم نحن أخذنا العريس عن طريق الشبكة الشبكة قالت الدم لا بل أشياء تفنى بفضة بدم كريم كما من حمل بلاعيب دم يسوع المسيح فليحب الرب الإمرأة وهكذا كنفسه كما أحب المسيح الكنيس عريس جديد هذا العريس جديد هنأخذه كيف يقلب الدم؟ فقال كده ليحب الرب الإمرأة وهكذا كنفسه كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته لأجلها لكي يطهرها أو لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء المعمودية التي كانت نتيجة الإيمان فأصبح الدم مفعوله بتاع الختال مفعوله بيتم دين على الصديق وبنأخذه من طريق سر المعمودية المعمودية هي ختال يقول ختنتم ختالا غير مصنوع بيده بختان الجسد كله بختان المسيح الختان كان زبا ما كانش جسد كله كان عضو في الجسد ولكن الآن ختان الجسد كله كذب الختان متعلق بالرابل فقط النهاردة الراجل والست بيتخذته الختان الروحي اللي هو المعمودية الختال هو موت الراجل والست البنت والولد الطفل والطفلة بيدخلوا في جل المعمودية يقول ما تفونينا معهم في المعمودية للموت كما كان ختم ختان دا؟ ختم المسيح يعني ختم المسيح كان كان زبا ما機ضت بيد النهاردة مش يد إنسان ت pureد ختانكم المسيح الذي لذلك ختمه بختم المسيح فكما حتانه اختمني؟ قال لي ما دمتُ نسيته ان ختم الذي يعمل هو المسيح واللي يجوز هو المسيح واللي يمنح الرمحي هو المسيح واللي يقول سبحخوذ الخبر هو المسيح المال مين الكاهن ده ان شاء الله؟ ده وسيط. ده مجرد اداة يستخدمها الله اداة منظورة. لايصال نعمة غير منظورة. وكلمة نعمة غير منظورة يدوني كلمة واحدة ما كانتها اسمها اين؟ نعمة غير منظورة. حطوني كلمة واحدة ما كانتها. سر. سر. نقول سر المعمودية. سر الميرون. سر التناول. سر مادة المرضى. سر الزيجة. سر الكهنود. ليه سر؟ لأن هناك نعمة غير منظورة من خلال شخص منظور ومادة منظورة. مادة المعمودية المائة. مادة الميرون الزيت. مادة التناول. الخبز والخمر. مادة مسجد المرضى. مادة الإكليل. الإكليل. الإكليل يضع على رأس. ويتضع على رأس الاثنين. هذا أصبح رمز المسيح. وهذه رمز على العروسة التي هي الكنيسة. على المثال المحبة من المسيح والكنيسة. هي مثال العريس مع عروسة. فإذا النعمة التي هي المنظورة منها. هي مجرد عن طريق الكاهن منظور. يستخدمه الله لإيصاد نعمته غير المنظورة. من هنا تكمل تسمى سر. عشان هنا تاني يقول البولوس الرسول. يقول خطنتم ختاناً غير مصطنوع بيد. بشر. ما عشق بيد بشر. خلاص. طب ازاي لو معلوم بنفس الرسول بنانال ختان غير مصطنوع بيد. قال بختان المسيح. في المسيح بيخدلنا. طب ازاي لو معلوم بنفس المسيح بيخدلنا. المدفونين. معه في المعمودية. للموت. حتى كما اقيم المسيح من بديل الأموات نقوم نحن ايضاً ونسلك في الحياة الجديدة. يعني المسيح مات. طب انا كده اخدت بقيت ابنه. قال آه. بس تسلك في الحياة الجديدة. تسلك كقائم من بديل الأموات. ما تعيش كميت. ما تعيش كحياة الزمانة. ما تعيش نعطيك. قال يعني مطلوب مني يبقى متختن. قال آه. عينك متختن. ومسيناك متختن. ودانك متختن. وفكرك متختن. وقلبك متختن. وإيديك متختن. وعينيك متختن. كل عضو فيك دخل كله في الموت. يفتكروا استفان مصطر رئيس الشامس أبري الشبهداء. قال لهم ايه اليهود. فشخص اليه اليهود وجدوا وجه ايه ملاك. وقعد حكا لهم طريقهم كله من اول حياتهم لحد مجيء المسيح. ودانك مديهم كلمة في الآخر هيجيتهم عليهم. قال لهم يا قساط الركاب غير المكتونين بالقلوب والآزاب. شوفتوا بقى الكلمة. قال لهم. لا دانتوا متختنين. دان يهود متختنين. تتكلم يهود بيرجموه. اليهود بيرجموه. لكن قال لهم انتم مش متختنين. قالوا لا هم متختنين. قال لهم غير المكتونين بالقلوب. والآزاب قلبكم مش متختن. لأن قلبكم مش طاهر. قلبكم مش طاهر. والآزاب لعدكم مش متختنة. يعني ناجسة. مزدودة. انها تسمع كلمة ربنا. وعينيك مش متختنة. اله هذا الظاهر قد أعمى عيون غير المؤمنين. لألا تنير لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. عشان كده ربنا في حياتنا الروحية. يقولنا اي تتعمد؟ طب عيش بقى كمعمودة متعمد. عيش متختن. عيش بحياة مقدسة. والحياة القداسة هي أبطع الأعضاء أنا الخطيئة وأي ماتات أنا الخطيئة. يقول مثلا واحد زي المسيح يقول ايه؟ يقول أنا هو القرم وألتم الأغصار. كل وصل في يأتي بصمر يبطع. وكل ما يأتي بصمر ينبقيه. ما يأتي بصمر ينبقيه يعني يخطنه. ما يأتي بصمر الأغصار وهو أطع. كما ينبقيه بالمعنى بالمعنى يشذبه. والتشذيب هو قطع الحاجات الضارة والأوراق الضارة وقصها. ما يأتي بصمر ينبقيه. يعني يخطنه يأتي بصمر أكثر. وكما هي الفترة جريبة. لأن في الشريعة موسى ربنا قال لهم كل شغرة تختتن ثلاث سنين. كل شغرة تدنها ثلاث سنين. ثلاث سنين تشيروا الصمر وترموه. كل شغرة تختن. ثلاث سنين ختاب. حسنة الرابعة. قال السنة الرابعة بتاعتي. تجيبوا الصمر في الهجل. ما نهر بيض. طبعا هنأكل قيمة أنه في سنة الخمسة. قال لو سنة الخمسة. السمر سيكون بتاعتي. لماذا؟ قال لكم يتخطن لكم الشكل. يتخطن يعني بقى مقدس. خلي بقى لكم أن كلمة ختان بيها بيصبح الإنسان بتاع ربنا. والمعمودية بيها الإنسان بيبقى بتاع ربنا. كلمة بتاع دي. بتاع ربنا دي. حطوا ما كان لها كلمة اسمها مقدس. مكرس لله. فإحنا بنتخصص وبنتقرس. وبنفرز لله لما يتعمد. إن سبع مسيحيين. وهكذا كان شعب إسرائيل بيفرز. ويخصص ويكرس ويقدس لله من خلال الختان. فإحنا أي جزء فينا مش مختتن هو نجس. فكل ما هو مختتن فهو ضاع. عشان كده ما يقول مثلا إن غاية مخلوق لأذان. يقلبكوا نجسة وأذانكم ملينا نجاس. فربنا قال كده. قال إن الشجرة لازم تختتن. لأن لما يا ربنا الإنسان أخطر لعنى الأرض. لعنى الأرض. فأصبحت الأرض ملعونة. وقال له شوق ملعونة الأرض بسوى شوق وحاس كنتم بتلك. فلما الأرض اتلعنت أصبح كل غرص فيها ملعون. طب الملعون ده يتقدس إزاي بتاع ربنا؟ لم يختتن. يختتن يعني إيه؟ يتقطع منه يتصمر بتاعه ويترمي ثلاث سنين وصنة الرابعة يبقى بتاعتي وصنة الخمسة تكلوه يبقى بتاعكم إنتم. وكده ربنا عايز يقدس السمر فيصبح ليس غرصا شيطانيا ولا غرص ملعون ولكنه مخصص ومكرس لله. هكذا لما اتولادنا كنا مورودين حسب مشيئة كسد ومشيئة رهل فكنا واخدين خطيئة بتاعة آدم واخدين طبيعة الفاسدة ربنا عايز يقدسنا ويكرسنا بالختان في العهد القديم وبالمعمودية في العهد الجديد ولأن اليوم الثامن يوم مهم جدا عند شعب إسرائيل كانوا يمرز فيه الختان ليه اليوم الثامن بالذات؟ قال لك رامز للحياة الجديدة الأسبوع فيه سبع ايه؟ سبع تيام. اليوم الثاني معناها بداية حياة جديدة بداية أسبوع وهو جديد المسيح يوم المادة قام في اليوم الثامن ليس كده؟ يعني قام في اليوم الحد اليوم السبت اليوم السابع ليس كده؟ استراحوا الرب في اليوم السابع وقدسه وتسمى السبس أي يوم الراحة اللي هو السبت يوم الحد يبقى الثامن يوم أي الحياة الجديدة والفلك بتاع الموح خلص فيه ثماني أنفس بالمعمودية اعتبر الكديد من السلسول أن الموح والفلك اتعمده في مات الطفان فيعتبر أن الفلك لازي فيه ثماني أنفس قد خلصوا بالمعمودية أي يعني إحنا منتعمد فبنخرص عشان كده كان رمز للحياة الجديدة طب هل ممكن الختان يكسر السبت؟ يكسر السبت؟ يعني لما يجي واحد اليوم الثامن يوم السبت يتخدر ومتخدنش طب الدليل كان على كده إيه؟ ما دونوا ليش بقى يعني الشهد الفتاوي أنا عايز بقى آية عشان شاطر هجيب لي آية كده يعني لم يش طبعا الختان مهم فلازميا اقول الموقف لا مش دين فقال لهم أن ما تعرفوش أن كان يدنسوا يوم السبت في الختان في الختان في الموضوع أنت كلام صح أنت قربتي منها لكن ليس هذه القصة بتاعت مريض بركة بيتة حاسدة طبعا في يوم ايه؟ سبت قال له كم احمل سريرك وامشي فعله مين لشفاك؟ الإنسان ده خاطر بايش في يوم السبت؟ كيف تش فيهم السبت؟ قال له هم قال له هيا مراقفة ليس كده؟ ليس هتروحوا من السبت تطلعوا لكن هناك حتى يروح جدا في المسيح قال لهم اما قرأتم في ناموس موسى أنهم يختتلون في يوم السبت قال له كده بالنص أنهم يقصروا السبت من أجل الختان لأن لازم في المكتاب يقصر السبت من أجل ايه؟ الختان وكأنه عايز يقول لهم ورح يكمل المسيح وقال فماذا إن كنت قد شفيت إنسان كله في السبت تكامل الآية؟ قال له هم قال له هم زعلين مني إن شفيت إنسان كله في السبت ليس هيته بتكسره السبت من ختنه العيال بتختنه بتقطع جزء من جسده من أجل صحته الروحية ومن أجل صحته الجسدية زعلين مني أن أنا مش ختنت إنسان وكسرت الناموس وكسرت السبت ليجلي يعني ولكني شفيت إنسان كله فربط إن المسيح ما بين الختان وما بين الشفاء شفاء الروح وشفاء الجسد روح بين المعمودية وما بين شفاء الإنسان من أمراض النفس والجسد والروح فروح بين الاتنين ومش بس كده ده ارتبط الختان بالتناول تقولي إزاي أقول ربنا قال لموسى في الشريعة قاله كل عبد داخل بيتك أنت بتعيد كل سنة بعيد لإيه؟ الفصح قاله لا يقترب من الفصح إلا كل ذكر مختتن العبد صاحب البيت والغريب وكل نفس مختتن لا تأكل من الفصح عشان اللي ما يتعملش اللي ما يتعملش ما يتناولش إذا عائل أقوي يقولك بتقولوا الكروستانتر ما تعملوش كروستانتر ما تعملوش ما تروح تقعد مع الأخوة اللي بيقولك كرامبيري جوس وشوية تعيش بينه ويقعدون تكروسة وتقولوا ذكرى مائدة الرب ما تروح تخليك مع دول ولا كش دعو بينا لأنه مسبح لا سلطان اللي يخدمونا اللي كان يأكلوا منه من هونش سلطان ما هو واحد يدخل العرس يتسحب ويدخل يقول له من خلق يقول له داخل معنا داخلين يقول له داخل أين سياب الايه؟ العرس كنت لو أنت اتعمدت خذوه ترحوه خارجا هذا العبد الشيرفير لنوش نصيد معايا لأنه مش اللبس اللبس بتاع الفرح ما اتعمدش إلياكم من الفصح ويدخل الفرح بتاع العريس كيف يكون لبس سياب العرس يستيبني انخلت في المعرضية أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح لبستم المسيح فأصبح الختام مرتبط بالتناول مرتبط بالحياة الأبدية مرتبط بشفاء الإنسان كله جسدا وروحا ولكن يلتزم المختتن المعمد أنه يحفظ أعمال النموس المسيح الحرية قد تعيته لنموس الحرية أيها الأخوة أريد أن أديكم كلمة جميلة قالها الأباء الكردسين طبعا في العهد القديم يعني يقول إيه؟ يقول أربية النبي عارفيني الآية اللي جات في خلوق ستة أنا عايز أردك الآية لأنها مهمة لذيذة قوي أوريبا دي إيه ربنا كان بيتكلم بالنفذ بتاع الختام ده على أعضاء الجسد المختلفة موسى عندما موسى وقفت بربنا وقاله روح طلع لي شعبي من أرضي من أرض مصر قال له ها أنا أغلى في الشفاتين فقط نجد لكم ها من لفظة كده بسرعة أرهاركم وأخلص فأريدكم إلى إيه؟ الخدام ليس مقتصر فقط على الخدام في المفهوم اليهودي قطع جزء من العضو ولكن له فكر روحي هذا هو فكر الله منذ أبدا فقال موسى باما الرب أنا أغلى في الشفاتين فكيف يسمع لي فراما أغلى في خروج ستة فقال موسى أمام الرب أنا أغلى في الشفاتين إذن لما الإنسان شفته تكون وتتصليش لا تكلمش مع ربنا ولكن شفته ناكسة لسانه كله يطلع شيء تايم كما قال قلس الرسول حنجرتهم قبر مفتوح هناك ناس كده هناك ناس لسانهم يعرفش يطلع على الكلام العين يطلعوا الكلام السفاهة والهزل أو يكلموا عن الناس أو يدينوا الناس أو يتكلموا على هذا أو يتكلموا على هذا أنت ملكش دعم بحد خالص لسانك ده لعل ينبع واحد ينبع من نفس العين ماء عزبا وماء مرا لا ينبغي أن تكون هذه الأمور هكذا يا إخوتي عقوب الرسول به نبرك الله الأب وبه نلعن الناس الذين تكونوا على صورة الله ولي استهل شتيمه والتي ستأهل الهلاك أنت تقول استهل شتيمه وماش كده وربنا قالت تجوان تستهل الهلاك لأن قال ما قال الأخيه يا الأحمر فالما استدعى إلى الجهنة ولا يمكن أن يُنقض المكتوب نروح نتناول وشتابين نروح نتناول كزابين ولا يمكن أن يُنقض المكتوب فقال له أغلب الشفاتين كلمة الإلاف الشفاتين قالها أشياء النمي في أشياء ستة بس طريقة تانية لما ربنا ظهر له وشاف السيد جالساً على العرشه وأزياره تبلغ الهيكل كلمة أزياله وكلمة ما يفهمونها كلمة أزياله تعرفون الطرقة العروسة يسموها تريل فالسياب ملء الهيكل هذا اللبس المسيح يعني فرقلات فحصم يعني منظر كبار فأول ما شافه أشياء النبي قالوا لي لأنه هلقت لأنه إنسان ناجس فهو كلمة ناجس الشفاتين يعني أغلى في الشفاتين ناجس الشفاتين يعني أغلى في الشفاتين يلساني أغلى في الشفاتين يلساني ناجس، ليس طاهر وقدم ربنا فطار واحد من الكاروبين وأحد جارهم على المسبح ونلقط ومس بها شفاتين وقال له الآن قد كفر عن اسمك واتطهرت طهرت خطياتك وكفر عن اسمك لا تموت لأنه قال لي ليس ممكن أغلى ربنا وأنا ناجس الشفاتين فأغلى في الشفاتين ناجس الشفاتين زي أشياء النبي أرمية ستة أرمية ستة يقول لأن أذانهم غلفاء أذانهم غلفاء يعني في غلف الأذان كما أيها قصات الرقاب غير من أخرين من قلوب والأذان ودن، ليس تسمع كمية ربنا تسمع كنا من العالم وإغنين عالم أرمية أربعة يقول غلف قلوبهم غلف قلوبهم من القلب أغلف أنا عايز أقول لكم دي أقول الأنفاظ دي وكتبت بتعطيت بعضها عشان نفتكر أن ربنا هدف من الأول ليس من أختان الجسد ولكن ختان الروح واختان الأعضاء لتعطيت الجسد إمادت هذه الخطيئة تقدسها وتكرسها والله تاسمية عشرة يقول اختنوا غرلة قلوبكم تاسمية عشرة يقول اختنوا غرلة قلوبكم الأفاظ الرب يستخدمونها عن اختان يبقى ربنا استخدموا الاختان بإسلوب روحهم ما كانش حادفه بس هو الجسد تاسمية تلاتين يقول ويختتن الرب إله قلبك ويختن الرب إله قلبك لما ربنا هيديه الشريعة والنموس والمعرفة بتاعته يختن قلبك وقلنا أعمال سبعة يا قصة الرقاب وغير المختمية بالكلوب والآسان كما كان أبائكم هكذا أنتم أنتم دائما تقومون الروح القدس اللي يقول في المفهوم الروحي هو إن الإنسان يعيش حسب رغباته الحيوانية ويعيش حسب العهد الذي من قبل معرفة الله عشان كده يقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي مسيح الكده المسيح هو نتم من ختان بالروح واختان الكسد الكمال هو الكامل كله فقال لهم من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق يعني أنا ختمت خسب الجسم لأنني صغير فأتممت عبر النموس ولكن المسيح عشت ختان كل أيام حياته عن طريق تكفيز ذاته وتفديس ذاته لله الآب وكرس ذاته كحمل بلا عيب من قبل الآب من أجل خلاص أنفسنا من أجلهم أقدس أنا ذاتي ختان الجسد واختان بروح المسيح عشت بلا خطية آخر حاجة سأقول لها أن الطفل في سن 8 سنين 8 أيام ما يفهمش عني اختان من النقطة باسعة على جنب ما يفهمش عني اختان طب بيخلص الطفل بيقول إن شعب الله عشان ما واحد بروستانتي يسألكه ويقوله هو الطفل يفهم حاجة عشان تعمده هو الطفل يفهم حاجة عشان تناوله ولسه واحد من قريب بيقول لي كلمتين دول فيروب ويقول لك أنا أنصح من الأطفال ما يكلوش ولا يشربوا لهم خالص لحد ما يقولوا يفهموا أهمية البروتين وأهمية النشويات وأهمية الكربوهيدرات وأهمية الفاتس ساعاتها تبدأ تأكينه لما هو يقتنع أن هذا مهم لصحته يكون مات يكون مات عشان كده الطفل وأنا 8 أيام يصبح من شعب الله ويحكم عليه بالموت ما كانش يتخطن فوزنبه إيه؟ لك إن أبوه أمه ما خطنهوش أتالي الطفل ينجو ويخلص وينضم لشعب الله بلعنى إيمان الأب والأم الأشابين وكأن الطفل ينالد خلاص وينضم إلى شعب الله وهو طفل لا يلدك شيء على 8 أيام بسبب إيمان الأب والأم اللي جابوه عشان يختتل لكي يكون هذا علامة في جسد وأنه أصدق من شعب الله عشان كده أنا نجيبه الطفل يتعمد اللي هو بختان قنرمز المعمودية قطع كل أعضاء جسد ومتتهم من أجل اسم المسيح بختان المسيح زي ما قال وهو لا يفهم ولا يدرك شيء لأنه ليس هستنى لما الطفل يعيش ميت عشان يدرك ويقول أنا أتعمد أو أتعمدش إحنا كأب وأم بندد الطفلنا كل مقومات اللي سنجد له أم الصاد هم يفهمش في الطب ولا يفهم حاجة خالص لكي أقول الطفل ما يبقى يفهم ويكرر لكي يأخذ الموصل بتاع الأطفال والسلاسي ومش عارف والجدري والحصبة ولا ما يكون هاش لا لا أنا أهتم طفلي بدي له الحياة بحياة وجسدية وهو بدون أن يفهم لأنه مسؤول عنه ومن ثم خلاص نفسه فكما كان الطفل يتخطن وهو 8 أيام بدون إرادته من أجل خلاصه ومن أجل أنه هو شعب الله لألا تخطعت النفسه من شعبها هكذا أيضا أنا بأخذ الطفل وهو بيبي وبعمده بناه عن إيمان أبوه وأمه إذا أنا كأب وأم مسؤول عن خلاص ابني فبقدمه لربنا من طفولته وقدمه وقبره في النعمة والقامة أمام الله والناس إذا ما يجيشوا أحد يتفلسف عليكم ويقول لكم والطفل يفهم إيه عشان يتعمل هو الطفل مثل الكاتوليك بيديه الميرون لما الطفل يكبر وبعدين لما يكبر أكثر ويصل للسن بتاعة مش عارف كان عشر سنين من 10-12 سنة يروح يناولوه أو أو سبياء كشان خامتهم التناول هناك الزالف الزالف يعني tit contributing أول تسمع يقول لنا لا نحن ربيهم من صغرهم ونستطيعهم كل شيء الطفل ما تنتهي الخيئة أيام الأفاق المؤثر ما تقريبا يقول لك كل من ينظر إلى هذه الخيئة فإنه يحيى ما تنتهي للحياك من أن يحياء أنه يحيي إذا ما ت Kabul طفل طمد أن تبيعTwo quiere يعيش لها يموت. طب ربنا يسوم يموت قالك لا الأم تاخد وشه وتوجيه منحة الحياة النحاسية فالطفل يحيى. إذا الطفل يخلص بإيمان أبوه وأمه وإيمان والديه. عشان كده الأب والأم ليهم مسئولية في معمودية الأطفال. وليهم ما يأخروش السر المعمودية. وليهم مسئولية أنهم يربوا ابنهم فيما خافت ربنا ما تعطوصيته ويفهموه. فيما بعد المعمودية أنت بقيت من شعب الله لكن ينبغي أن تسلك كابن لله حسب ما أخذت في جرن المعمودية. أنت في المعمودية يا حبيبي جحدت الشيطان. تعلم ولادكم. عشان الأطفال ما هم مش فاهم. بس ما يكبر يفهم. تفاهم وقلت جحدت الشيطان بالنيابة عنك. وقلت أكحدك أيها الشيطان وكل عملك الناجسة وكل شرورك وكل جيشك وكل سلطانة. وقلت أكحدك أكحدك أكحدك. بسيت الشرق وبسيت المسيح وقلت عهدت لأنها تكون تبعه وبتاعه. في حبيبي كل يوم أنت هو يفتصلي بوصن عهد الشرق. كل يوم يدخل في الكنيسة تدفع على الشرق وانظره وقاملت لي بسوا كل الشعب. لماذا يا حبيبي بوصن عهد الشرق؟ تفتكر ماذا سيكون للشرق وانظره؟ تفتكر عهد المعمودية. وانك انت واقفة ربنا كنت قصرته؟ تجدل العهد معاه وتفتكر المسيح المن يقبل إليا لا أخرجه خارجا. الحاجات التي لازم نعيشها. يعني فعيش المعمودية وعيش الختان الروح واختان الجسد واختان الأفكار. ختان له جانب هيجانك. له جانب طبي. لأن الجسد الذي يبقى على العدو الزكري يحمل ممكن بكتيريا أو ميكروبات. فمن الأفضل أن تعمل هذه العملية وهذه العملية هي عملية جراحية. بتعمل الطفل الزغير من أجل حاجة هيجلك لكن ليس لها علاقة بالخلاص إطلاق. وبالطبع إذا كان الطفل الزاكر لازم يتخذن عشان يخلص. فما بالك قال أن الكنيسة منع محرمة ختان البنات. عشان كده تعمل عليها مؤتمرات وتعمل عليها موضوعات كبيرة في مصر. وفيه تعرفين أن فيه طفلة تخذنت وماتت. وتعمل تقيميها في الـ CNN لكن الكنيسة تدد ختان البنات بالكامل. فهو حتى الختان دي كلمة لغط لغوية بالنسبة للبنت ويسموها الخفاض. لكن يعني مش موضوع علومة عربية. لكن الكنيسة حرمت هذا الأمر بالنسبة للبنات خالص. ولكن ومعنش له جانب خلاصي بالنسبة لينا. ولكن هو جانب هيجلك أو جانب طبي سرقي فقط. طبعاً نرده من قدامه بس عن الختان عشان احتفلنا بالأيد. لكن فيه ما هو أكتر ان نتكلم عنه من الجانب الروحي أكتر من كده. لكن نحب لنا ندي فكرة. وبإذن ربنا إن شاء الله يوم الخميس فيه أداس الصبح من الساعة 8 إلى 11.00. وهو أداسين فبعاً. أداس الماء والأقال والأقال والأداس الثاني بتاع الكثير من الناسيح. عندنا مدام سهير موجود معنا في اجتماع يوزها الدكتور جمال مد السليوس تنيح. أو تنيح مبارح في المستشفى بس إزرائيل. كنت عنده أوليها تقريباً يومين. وهو تنيح مبارح. والجناز يكون يوم السبت بعد الأداس مباشرةً. وبإذن ربنا يوم الغمعة بالليل من 7 إلى 9.00. يكون في الدعزة يعني الدعزة يعني الدعزة يعني الدعزة أنا في الكنيسة من الساعة 9.00. يجريب لي أن يجي نشاركها. واللي يحب يروح لها البيت برضو. هي موجودة في البيت تاحا للوقتي. اللي يحب يروح لها البيت برضو. يعني طي خطر. يعني ربنا إنسانك مقديس وإنسانك الحلو جدا. وعيش حياة كلها على طول المسجد المقدس وصير الكديسين والكتب الروحية. وكتب أروح معاه عنده في البيت أناول ويديني القراريس اللي كانت فيها تأمولاته الشخصية ويبرهاني. الحقيقة كان إنسان روحاني جدا. إنسان حلو جميل. وربنا ندلوا صحة ودلتوا عمر. علشان يديلهم كفاءة حلوة. شاف ولاد ولاد. وربنا يديلوا واركة بنا. إحنا سهدوس النعيم. ويبنوا صلاواتهم لنا. ويدي عزاء لمداما صغير. ويدي عزاء كل ولاده. ويدي عزاء كل ولاده. ويأهنا كل الكرامة. اللي يتراقف الله علينا ويباركنا. وليزغر ما هو علينا. ويرحمنا يا رب. خلص شعبك بارك جراسك. ارعاهم ارفع الشأن المسيحيين باعلامة الصديق المحي. الصلاوات وتلبط رفع عنا كل حين. أمنا الطاهرة. كديسة. وآخر وكديسة. ومدانا وكديسة عمنا الخبيب. بركة كديسة. هذه كديسة. أمار بن عاجب. بقرس السادس. بركة كديسة. أمار بقرس الرسول. شفاعتهم. بركاتهم. قوتهم. ومعونتهم. تكون مع المعنى الأمين. اسمع صلاواتهم يا رب. بكل شكر قائلين. أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك. يأتي ما يكون. تكون مشهيرة كمام السماء. كذلك. على قرض. خبزنا الذي الغد. أعطنا اليوم. أغفر منا. زينوبنا. كمانا أغفر نحن. وإلى المزنين إلينا. ولا تدخذنا في تجربة. لكننا كنا مشهيرة بالمسيح. هسوا عربنا. لأن لك الملك والكوة. لنا بتجربات أمين. والآن محمد اللهي آخر. نعمة الإبن البحيل. ربنا المخالص للإنسان المسيح. مشاهدة أموها. بعطايا. وإس المرة بيستكون مع جميعكم. امدوا بسلام. السلام على ربيكم. الله جميعكم. إن شاء الله المرة الجاية. نملكه حفلة. كنا هو البقى خلاص. فرصنا الجادة. نملكه حفلة. بعد الاجتماع. نملكه حفلة. بعد الاجتماع. بعد الاجتماع. ومز عليكم هدايع هي بلاد. للناس. طور شهر يناير. عشان نحاول. الشهر ده رزعهم. كلهم هبعد طور شهر يناير. وبعدين نعم. يناير بس. لا لا مش أصل الرجع. هنبدأ من شهر يناير. هنبدأ من شهر يناير. فعشان كده لم يسجلش اسمه. ومسجلش البتاعة. ملوش نصيب. لازم. اللي مسجلش اسمه في البراء. هيسجلها. قيمة البراء. ويدهاني حالا. علشان نجيبلكم هداية بأيسة إذن ربنا. وتكون حاجة مفرحة يعني في اهتماء الله إذن ربنا. فأرجو اللي ما أخدش براءة دي. لو سمحت يأخدها يبلاها. على حال ما أخدش براءة دي. صحيح براءة دي. أخدش كميها. اللي ما أخدهاش يأخدها يبلاها. ونديكم الهدايا إن شاء الله. ممكن نره الاسبوع غير مش هكون آخر إزبوع. نحن نأخر إزبوع. أقول آخر. مش هكون آخر ثلاثة. شكرا. لا. ماذا دي يا ربس. بس مش ماذا دي أستاذ. هذا لسا دارشينة أيوم تلاتين إن شاء الله. نعم. من ساعة خمسة. لا. من ثلاثة. من ثلاثة. من ثلاثة. من ثلاثة طور. من ثلاثة طور. ثلاثة طور. من ديها آخر إجتماعي يوم ثلاثة. بل ما راجع حفلة. الله أسكن نباره. وبعدين هندي الهدايا قاعدة يوم ثلاثة. عشان كده آخر الشهر من ندي كل طور الشهر. وبعدين هندي كل إزبوع.